يا إلهي ماذا فعلت بنفسك؟ لم أفعل غير التجميل أنت لا تتجمل يا أختي وأنما لعبت بمكياجي الأم إضاءة المالي حرام وبالمناسبة لا ينبغي وضع مسحوق التجميل للطفلات ومن العيب أيضا أن نستخدم أشياء الكبار بدون إذنهم هذا واضح انظر من نوجد على الباب ولكن لا تفتحيه قبل أن تعرفي من هو الطارق مهلا مهلا سأفتح الباب لماذا هذه العجالة؟ من الطارق؟ أنا أروى أرجوكي افتحي الباب السلام عليكم ما الأمر يا أروى؟ عليكم السلام أرجوكي لا تفتحي الباب لماذا؟ ما الذي حدث يا ترى؟ أخبريني أروى هناك جنية في الخارج يا إلهي ليست هناك أي جنية إنما هي رابعة ولقد وضعت مكياجة أمها على وجهها فلا تخافي لماذا أغلقت الباب في وجهي يا أروى؟ والله جعلت نفسك كالجنية لقد خفت من وجهك هذا المخيف جدا بل أنت الجنية عيب يا رابعة ينبغي عليك أن تنصحي أروى أولا لأنها تصفني بالجنية بالطبع لا يجز لها أيضا أن تصفك بلقب غير مناسب وكما جاء في القرآن الكريم ولا تنابزوا بالألقاب أي لا تداعوا بالألقاب المعذرة يا رابعة وأنا أيضا أعتذر منك لأنني أيضا وصفتك بالجنية هذا رائع وقد قمتما بعمل ممتاز أطفال الأعزاء لا يجز لأحد أن يناد الآخرين بأسماء غير مناسبة أو يلقبهم بألقاب لا تعجبهم ولو بالمزاح ترجمة نانسي قنقر